منذ أن أسس الاحتلال الأمريكي والعملية السياسية القائمة على المحصصة الطائفية والحزبية في العراق بدأ استهداف بعض مكونات المجتمع العراقي لحساب مكونات أخرى تدعمها جهات خارجية المسيحيون في العراق أحد المكونات المجتمعية التي نالها ما نالها من الاستهداف فتراجعت أعدادهم في البلاد من مليون ونصف المليون المسيحي قبل الاحتلال إلى ما يقل عن 300 ألف شخص في الوقت الحالي بسبب التهجير هربا من الأضطهاد والاستهداف نواب المسيحيون قالوا إن أكثر المسيحيين في العراق يعانون بسبب سياسات المحاصصة التي قاضت على الكفاءات وكذلك أمام نفوذ المليشيات الموالية للنظام الإيراني التي تستولي على بيوتهم وممتلكاتهم إذ تتنوع عملياته وطرق الاستيلاء على عقارات المسيحيين في البلاد عن طريق التزوير عبر استغلال نفوذ المليشيات في الدوائر الحكومية مؤكدين أن التغيير الديمغرافي للمناطق التي يكثر فيها المسيحيون في بغداد وسهل نينوى والبصرة يعد من بين أهداف ما يجري من استهداف للمسيحيين في العراق ولعل ما حدث في فاجعة حريق قاعة الأفراح بالحمدانية في محفظة نينوى يمثل مؤشرا جديدا على استهداف المسيحيين في الفاجعة التي راح ضحيتها المئات بين قتيل ومصاب بينما اتهمت الكنيسة الكلدانية الكاثوريكية في العراق ميليشيا بابليون المنظوية ضمن ميليشيا الحشد بالمسؤولية عن الحريق تنفيذا لأجندة معينة وهي الميليشيا التي استولت على جميع المقاعد المخصصة للمسيحيين في الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات في كل من بغداد ونينوى والتأميم والبصرة بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ويبقى بلف المسيحيين في العراق واحدا من انعكاسات المحاصصة الطائفية والحزبية والفساد الذي بات ينخر في مفاصل الدولة العراقية تنفيذا لمخططات إيران التوسعية في العراق